أكثر من أربع سنوات على انطلاق المعركة ضد ميليشيا الحوثي في صنعاء قالت الحكومة إن معركتها تهدف لاستعادة الدولة واستعانت بتحالف تقوده السعودية من أجل تحقيق هذا الهدف وحتى اللحظة لم يعد من الدولة شيء لا مؤسساتها ولا خدماتها ولا حتى اسمها في بعض المناطق فالمناطق التي حررتها الحكومة تعيش وضعا سيئا في كثير من الجوانب مشهد غير سوي الرئيس ونائبه يقيمان في عاصمة دولة مجاورة منذ نحو خمس سنوات والرياض وأبو ظبي هما الحاكمان الفعليان للمناطق المحررة فما الذي تبقى للدولة إذن وما الذي تبقى منها الواقع على الأرض يقول إن شرعية لم تعز سلطة فعلية على الأرض سوى في مناطق محدودة كحضر موت ومأرب وتعز فيما تكاد تغيب تماما في بقية المناطق لتبدو مثل خرقة بالية تتخفى داخلها أطماع الحلفاء في عدن تتجدد المعركة بين مليشيات يدعمها التحالف وبين قوات تابعة للحكومة حدث هذا لأكثر من مرة في العاصمة المؤقتة كما حدث في شبوى والمهرى وسقطرة والهدف هو ذاته دائما إنهاء وجود السلطة الشرعية وتفتيت الدولة اليمنية لكن السؤال هو لماذا لم يواجه الرئيس هادي وسلطته هذا الانحراف في أهداف التحالف هل سيستمرون في مشاهدة البلد تقتسمه مليشيات موالية لإيران ومليشيات تابعة لأبو ظبي يقول البعض في محاولة تفسير هذا الوضع إن الرئيس هادي عاجز وضعيف فيما يجادل آخرون أن هذا الوضع تحديدا هو ما يريده هادي وضع الإنهاك التام لجميع الأطراف سواء المؤيدة للشرعية أو الرافض لها وفي الواقع لا يبدو أي من التفسيرات ذا أهمية الآن إذا ما كانت كل الدوافع تؤدي إلى النتيجة ذاتها ماذا تبقى من الدولة اليمنية إذن؟ سؤال يكبر كلما طالت الحرب وفقدت السلطة الشرعية نفوذها على مؤسساتها فيما يبدو أن الوقت ينفد من أيدي اليمنيين ليصحوا قريبا من ركام هائل هو آخر ما تبقى من دولتهم